السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في لقاء رابع في برنامج رتل معي قبل الشروع في موضوع الحلقة أود أن أجيب على سؤال في غاية الأهمية ورد في التعليقات بالنسبة للحلقة الماضية السائل يقول أنا صححت الفاتحة يعني قريتها مصححة ولكن كنعاود لغد له نرجع كنلقى نفس المشكلة عاود ثاني الجواب ببساطة في أمرين اثنين الأمر الأول أن مسألة تطويع اللسان مش تطوع اللسان ديالك وتقدو خصها وقت وخصها رياضة كما يقول النظم رحمه الله وليس بينه وبين تركيه بين الرجل أو المرأة وترك التجويد إلا رياضة امرئين بفكيه يعني اليوم غدا ممكن شوها الإنسان خصوصا إن كان أعجاميا والحمد لله إحنا من الله علينا أننا كان عرفو العربية غير الحروف ديالنا تلقيناها من الولدين ديالنا ومن المجتمع ديالنا فيها بعض النقص الدالك اللي كنطق نعبوده السنين المنصص صغر دياله كنطق نعبوده ما يمكنش بينها عشية وضوحها يقول لها نعبوده أو لا الإنسان عمره كامل كنطق ثاء الثاء بوحدها والتاء بوحدها لا بده وشوية ديال الصبر واليوم غدا قد يتقد الأمور ديالك إن شاء الله وتعالى خاص شوية ديال الموجهة ديال وشوية ديال الرياضة لا بده من الرياضة ديال من ديال الفك والمسألة الثانية أن تسجل نفسك وتتطور رأسك وتسمع نفسك لأن لما تسمع نفسك تقرأ تلاحظ أخطائك تسجل بالهاتف بالتليفون ديالك خذه خذ هاتفك وسجل عليه صورة الفاتحة أو أي صورة واسمع لنفسك لما تسمع نفسك رأى الأذن ديالك رأى حاكم لأن الأذن ديالك تسمع لي فلان وفلان وفلان وتصحح تلاوتك من نفسك غير خاص صبر الله يجزيكم بك اليوم غدا ما تتركش تعلم كراءة القرآن الكريم ما بغنكش تكون حافظ ومجود بارع ولكن خرج الحروف بارك الله فيك كما أن أنزلت أمر سهل إن شاء الله راهي لا عرفت الضاد انطقها ضاد والضاء ضاء والتاء تاء والثاء ثاء والدال دال والذال ذال فقد قطعنا الشوطان كبيرا لا يعلم أجره إلا الله رأى صوبنا الحروف كما ينبغي أن تلفظ شو يد الصبر والرياضة ديال الفن اليوم أتنطقها مقدة غدا عوجة اليوم أمقدة غدا عوجة غدا مقدة بعد عوجة غدا مقدة إلى أن تستقيم الحروف عندك والإنسان الممارسة أخصه دائما نقرأ ونعود علش الإنسان استغرب لما يمشي يقرأ لغة أجنبية كي بدأ يتمحن معها حتى يخرج مثلا لا يدخل في الفرنسية كي يبقى جويس في السيغ لا يقول لله جويس في السيغ سيغ سيغ تبدأ يتعدب معها حتى يخرجها مع العلم أنها ليست بلغتنا وتعلمها ليس أمرا واجبا ولازما أما تعلم القرآن فهو أمر واجب لحبيبنا نقرأ القرآن كما أنزل تنطق للحروف كما ينبغي أن تلفظ أما جمالية الصوت وأشياء أخرى هذا كباب آخر الإنسان اللي بغا يتقدم فيه ويحترف فيه مسألة أخرى ولكن خاص الإنسان يصحح تلاو ديره بارك الله فيكم مسألة بسيطة إنسان يصبر ويسمع بزاف وسيتعلم الدليل أنك ستتعلم لما كيكونوا على الإنسان كبير مشى الأوروبا مشى الفرنسا مشى الهولندا كيدوز واحد تلت شهور ربعا شهور ست شهور شو يولك يتكلم بالهولندية مع العلم أنه لو قيل له ستتكلم بالهولندية يقول لك مستحيل نتكلمنا بالفلامانية اللغة بالهولندا أو لا بالألمانية أو لا بالفرنسية أو لا بالإنجليزية ولكن الذي يعلمك أذنك تصنطم زيان هذه تقرام زيان والممارسة هي لك تخليك تعلم لأنه كيدخل واحد البلاد عندهم لغة واحدة أخرى كي يبدي تصنط اللغة ديالهم ويمارسها يستمع ويمارس كذلك في القرآن استمع ومارس التلاوة اليوم وغدا اليوم وغدا الحروف عندك تعلمتها بواحد طريقة ستستقيم عندك الدليل الثاني كتلقى الإنسان أوروبي مسلم أو لا أمريكي مسلم أو غير ذلك حياته كلها اللسان ديالهم عوج على واحد الحرف ولكن بالمجاهدة إذا قرأ القرآن تحسبه عربيا فهو لسا بعربي ما عفش يضر بها كذلك في الدول الأسيوية لا يتكلم اللغة العربية ولكنه إذا قرأ القرآن يقرأه غدا طريا وذلك بفضل العلماء اللي يضعنا هذ القواعد باش كنتعلموا الحروف بشكل سليم اليوم إن شاء الله نرى أحكام الراء الراء كما قلنا سابقا الأصل فيها التفخيم الراء اللام الأصل فيها الترقيق وتكلمنا على الحالة التي تفخم فيها ونرجعوش لها إنها أسهل من الراء الراء ركز معايا وعقل معايا الله يرضي عليك ويجازك الله بيخير عقل معايا وركز معايا الراء قلنا أصلها مفخمة وترقق في الحالات التالية وكذلك عند ورش برش سبحان الله العظيم والتي تمييز بترقيقي الراء في حالة معينة غير الحالات العامة وكذلك اللام يفخمها بالعكس في حالة خاصة به هو فقط بالنسبة للراء نحاول دائما كنعطيكم الدرس مركز سنين من المجهود مع القرآن غير نعطيكم داك شي مركز بإذن الله عز وجل مركز وسهل لأن كترة التفاصيل تضيع فهم الموضوع ما نعطيش تفاصيل بزاف ولكن أعطي الأمور بشكل دقيق والأمثلة تكون واضحة أمامك الأصل في الراء التفخيم قلنا وترقق لثلاث أسباب ثلاثة عقل عليهم ثلاثة الكسرة والياء والإيمالة سبب ترقيقي الراء الكسرة والياء والإيمالة رأت الدرس نيك نجي نعطيه لك أعطيه لك من قلبي رأي ما كان وجدوش اللي قريته كان أعطيه لك يعني تجربة دليل خاصة أهديها لك قلنا الكسرة وقلنا الياء وقلنا الإيمالة وخاسد الإشارة الثانية يتعقل عليها أن سبب ترقيق الراء والراء خاصهم يكونوا في كلمة واحدة أعيد سبب الترقيق والراء خاصهم يكونوا في كلمة واحدة ليس في كلمتين إذن أسباب ترقيق الراء الكسرة والياء والإيمالة وهذا السبب هذا ومع الراء نعم أسيدي خاصهم يكونوا في كلمة واحدة قلوا بسم الله بسم الله نتوكلوا الله مشوا لكسرة عندي الراء نعم أسيدي هالراء كاين إذا كانت مكسورة بذاتها هي برأسها مكسورة مثلا كقول الله تعالى رجال في أول الكلمة رجال رجال في وسط الكلمة قريب ليس قريب احنا كنرجع للأخطاء الأولى قا ليس قو علش كيوقع لهم الناس مشكل خصوصا ببعض الكلمات اللي كيكون الحرف مفخم ومرها حرف مرقاق الوضع ياد الفم هي اللي كتخليك تفخمت الحرف الثاني إلا قلت قريب منين كان جي نرقق الراء كنلقى صعوبة لأنني جمعت الفم ديالي قو ريب قريب أما إذا خرجت لقاف بشكل صحيح كتخرج من من الحلق إلا خرجت لقاف بشكل صحيح الراء ستخرج بشكل صحيح بلا منع الدبراسي قريب قريب ليس قريب هانا رفخ خمط الراء يا راء مكسورة بذاتها مرقاقة قريب وسط الكلمة في آخر الكلمة والفجري وليالي عند الوصل والفجري وليالي واضحة أن تكون مكسورة بذاتها هي نعمسيدي مكسورة إلا كانت مكسورة شغل ندير لها أرققها هذه الحالة اللولة الحالة الثانية نعمسيدي عند ورش أن تكون الراء مسبوقة قبل منها كسر لازم ما منها كسر لازم قبل منها يعني قبل من الراء حرف مكسور وذلك الحرف حرف أصلي في الكلمة ما فهمش حما تكون هو أصلية في الكلمة الحرف الأصية في الكلمة هو الحرف لما نقدرش نفكوه من الكلمة مثلاً هذه الكلمة التي تشوفها ، بالرب قول أعوذوا برب قول أن عرى مسبوقة بكسر ولكن다면 هم هذه الكسر لا أصلية هذه الباء تتسجحة في الكلمة إليytt Wow لو هم لا لأن الماء ممكن نظل من الكلمة ممكن نقول ربي ممكن نقول بربي وربي فربي الراء تكون مسبوقة بكسر لازم أي كسر أصلي في الكلمة مثلا مريه مريه هيا قدامك الراء مسبوقة بكسر دي كلمة أصلي ممكنش نحينا من الكلمة فلا تماري فيهم إلا مراء مراء عنده ورش مراء الراء مسبوقة بكسر لازم هذه من جهة تكون الراء نعم سيدي مسبوقة بحرفين مكسورين أصلي في الكلمة رقها وميكونش مراها وحد الحرف مفخم حرف استعلاء بمعنى أنجيل الصراطة إهدنا الصراطة الراء مسبوقة بكسر أصلي ولكن لاش فخمت الراء لأن مراها شنو الطاء مثلا كلمات قرطاس قرطاس عن الورق قرطاس راء قبل منها كسر أصلي ولكن شنو مراها مراها حرف استعلاء طاء قد نفخم الراء مثلا فرقه راء قبل منها كسر أصلي في الكلمة لازم ولكن مراها القاث سأفخي غير ذلك مراها طاء أو الصد أو القاف عدوما بتلا تلكنيا في القرآن يعني ميكونش مرا الراء طاء أو الصد أو القاف وضحات وضحة سيدي إذا كان دائما تساؤل حول كلمة المعينة تخليها في التعليقات لأشير إليها في إما أجيبك عنها مباشرة أو إن حتاجت أن أشير إليها وأريك لفظها أريك لفظها ذلك قم بالتفريغ خود واحد تفتار وقم بالتفريغ القواعد بيدك تعلم تكتب ما تبقاش تولف الحاجة واجدة يعني خود وفرغ الدرسة قصير وكتبوا بيدك حاجة بيدك فيها بركة وفيها تيسير وحاول أنك تبدل وحل مجهود بلسانك وفكيك مش شوية عليك وستتعلموا إن شاء الله طريقة الصحيحة لتلاوة كتاب الله عز وجل وإن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة نوقفوا على الأبواب تقريبا كاملا اللي كتخصت جويد أحكمنوا الساكنة والتنوين وأهم باب عندي هو باب تعلم وضبط الحفظ الحال موعد كي يحفظ وكي ينسى وكي يعرف شنو السبب سنرى ذلك إن شاء الله في الحلقات وفي هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى هذا ما تلصر قوله في هذه الحلقة أقول قولي واستغفر الله لي ولكم الجميع المسلمين أمين الحمد لله رب العالمين